السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح البتني قبل ما نبدو الفيديو تانات عنه اليوم ما تنسوش تصلي وتسلمو على رسول اللي علي افضل صلوات بمناسبة المولد النبوي الشريف اليوم ان شاء الله رح نحضر معكم شخشوخ تدفر تحذير منزلي يعني رح نحضر شخشوخها في الدار ما ليش رح نشريها من بره و رح تشوفوا ايضا في الفيديو طريق تحذير المرق جي بزاف بنينا جي احسن من اللي نشروها بره و ايضا ما تاخذش منكم وقت كبير انا بديت فيها على ثمانية عصباح خلاص ساعة لحدة شونس تغذينا بها وتعيشينا بها والحمد لله ما تنسوش توم مثالية بارتاجيو معي لاشاء اللي رح تحضروا هلية المولد النبوي الشريف خليكم ضكم على الوصف مشاهدة متعة للجامع نبدأ على بركة الله اول حاجة رح نحضروا العجين تحشخشوخها من اسهل ما يكون نجيبو قصعة ندروا فيها زوش كيلة نتاع سميد سميد عين كميزانك انا قدرت لهنا سميد تاع سوسيمي رقيق اني نعطي لكم حتى الكيس تقدروا استعملوا المتوسط تقدروا تشريوا تاع الكيلو تاعزوش كيلو تاع عشرة كيلو كما تحبوا تاع 25 كيلو المهم سميد واسمو سوسيمي اشفاو على الامبلاش راكت حلمي باش تزوري مكة المكرمة كوسكو سوسيمي يهديك 12 عمره في الطنبلة وشروط سهلة مهلة اشري باقي كوسكو سوسيمي وحضري الطبق على طريقتك اشتركي على صفحتنا فيسبوك وإنستغرام وبرتاجي صورة الطبق مع علبة كوسكو سوسيمي وطاقي خمسة أشخاص كل 15 يوم رح يكون السحب على المباشر على صفحتنا بحضور محضر قضائي حظ موفق للجميع كوسكو سوسيمي يحقق لحلمي نرجع ونكملوا الوصفات بالنسبة لكمية سميد ترجحة بعض أفراد العائلة أيضا بالنسبة للملح أعينك ميزانك لازم نملحوا الكسرة اللي رح نديروا بها الشخشوخة نخلطوه هنا السميد مع الملح ومبعد نجيبوه الماء ملح هنا فيه ما تدفيه موالو ونضيفوه بالتدريج حتى نتحصلوه على العجينة اللي تكون متماسكة اللي هنا مدروش الخطأ تاعي أنا اللي هنا الماء فاتلي بزاف العجين تاعي جاني طريب بزاف المهم انتو ما لازم ما تطيحوش في الخطأ اللي تحت فيه هنا يا ما حبيتش نزيد السميد كملت عليها المهم عجنتها ولا تزد شربت من بعد الماء بس حالمهم انتو ما مدروش هذا الخطأ لازم كنعودوا ونعجنوها تكون العجين تاعي يكون يابس ما تعجنوهاش في البداية بزاف فقط زوج دقائق نغطيوها بكيس بلاستيكي ونخليوها لمدة ساعة تقدري حتى تخدميها صباح وتعجنيها صباح وتخليها ترتحت لاشي رح تعطيك نتيجة مليحة أكثر وأكثر اللي هنا بعد ما مرت عليها ساعة شوفوا العجين تاعي كما قد كم روطري بل بزاف انتو ما لازم يكون حاكم روحوا رح ندلقوها اللي هنا على الأقل خمس دقائق حتى العشر دقائق قدروا حتى تحطوها في البيترا ولكن إذا كان البيترا تاعكم نوعية موش مليحة ما ننصحكمش عجنوها بيدكم باش ما يخسر الكمش كي تعجنوها مدة عشر دقائق ولو نجو اللي هنا نبوليوها حسب الطاجين تاعكم إذا كان طاجين تاعكم كبير دلهم ديبول كبار إذا كان طاجين تاعكم صغار صغير عفون دلهم صغار بعد ما لوزتهم اللي هنا ندلهم أيضا في كيس بلاستيكي ونزيد نخليهم لمدة ساعة أخرى وبما أنه أنا العجين تاعي جانيت راي بزاف لازم نستعين بالفارينة وهو من الأحسن أنكم ما تدروه حتى رشة تاع فارينة باش من بعدها تشخشو خاتعكم ما تجيش مع الجنة فقط رح نعطيكم فلنصائح باش ما تطيحوش في نفس الخطأ ولكن حتى ودرت الفارينة ما هيش راح يعني ما هيش راح تخسر لك اللي شخشو خاتعك وكي تفتحوا العجين تاعكم حاولوا ترقوه وأيضا تنحو هذيك الفارينة الزايدة ولكن إذا العجين تاعكم انتومة يعني درتوه بليبوسة عادي ما كنش راح تستعينوا بالفارينة ما كنش راح تستخدموها نهائيا ومن جهة أخرى كما كنشو الطاجين تاعي كان يسخن نحطو الكسرة تاعنا نطيبوها ولكن نطيبوها على بياض نحطوها في سرفيات وهذه السرفيات نحطوها في كيس بلاستيكي باش تقعد من الدية ونقدر نقطعوها بكل سهولة بهذا الشكل شوفو كيفاش نفتحوها نهزوها ونحطوها أنا الولده اللي كانت تعاون فيها لأنه العجين جاء كبير بزاف ونقلبوها حتى نشفت وطابت لانا بعد ما كملت هذو الخبزة التاعي كامل جبت لهنا ميقص من الأحسن تخدمو بالنقص هما يعطوها شخشو الخط الضفر لأنه يعني قطعها بالضفر ولكن هذيك طريقة يعني بيدائية تعب كريدوكا بالميقص وانتي قطعتي وما تديش منكم وقت كبير سيتو إذا كانت معاك المعاونة يعني ما كيش تغبني في الخدمة هاكا شوفو كيفاش حاولوا تقطعها رقيقة باش مجيكمش خشينا بزاف وانتوما لكم الاختيار وهذا هي الشخشو خالي تحصلت عليها لأنه ندرت غير نصف الكمية يعني راح نجمر غير نصف الكمية الكمية المتبقية راح نخليها ليلة المولد اللي هنا كما كنت شو بالنسبة المرق وش نحتاجوا فيه عندي سمن والزيت عندي فلفل دريس عندي حباب صل مرابيا زوز نتع الثوم حمص حبه تعتماط مرابيا ملاقات تعتماط مصبرة شوي هريسة عندي توبل عندي ملح فلفل لكحل راس الحنود شوية تعتع فلفل الحمر وعندي كعبة تعمرق الدجاج عندي الحم والجج كليستعمل الجاج وحده كليستعمل الحم وحده ولكن انا حبيت نخلط وعندي زوج قرون تعتع فلفل حار اللي هنا نجيبوه طنجرة الضغط تنجرة الضغط بما انه فيها الحم لازم تنجرة الضغط ندروا الزيت وندروا شوية على السمن ونحطوا الدجاج تعناه والحم ونقلوا فيه لمدة عشرين دقيقة لازم نقلوا الحم والجاج وحدهم في هذيك الزيت يعني نقلواه وندروا راح نقلواه للحم بعد ما نقلواه مليح اروح نضيفوا هذيك البصلة في الفلدريس اللي غسلناه وزوج سنة متع ثوم ليرابيتهم ومعاهم هذيك الحبة تعطماطم اللي تكون متوسطة في الحجم نحاوله نقلوا هذيك البصلة والطماطم والثوم مليح مع هذك اللحم والجاج دائما نقلكم السر في البنة تاع المرق هو انكم كيتوا عدوا تقلواه في هذيك الخضرة مع الجاج مع الزيت معه نزيد ونضيفوا الهريسة ملعقة تحت طماطم مصابرة باش جيكون المرق تاعكم حمر التواب الملح في الفل اللي كحل راس الحان وتشوي تاع في الفل الحمر وعندي كعبة تاع مرق الدجاج ليحب يدير ليحب ما يديرش اي فاكولتاتيف ونخلطوا هذي المكونات كامل مع بعض وراح نغطي عليهم ونخليهم على نار قليل لازل لهم اربع كاس نتاع او فنجال نصف فنجال تاع الماء وكما قد كون من نقصوا لهم النار ونخليهم يتقلواهم ليح قد ما تقلوا قد ما راح يجي المرق تاعنا بنين من جهة اخرى نكونوا احنا حطينا الماء يسخن وراح نمرقوا به راح تحذف لي مقطع انا في البداية مرقت شوية بعد تحذف لي المقطع وكملت مرقت المهم المرقوا الكمية نحتاجوها انا عندي الحمص تاعي مشاري تاع بلارات اضفته في الاخير وكونش راح ندير راح نغلق الكوكوت تاعي ونخليهم لحمتنا اي طيب لمدة نسب ساعة فقط وصراحة ان هاد الكوكوتة يعني في ساعة طيب وحبيت نشاركها معكم اليوم لانه بزاف ناس قسوني عليها هاد الكوكوت مينوت من السب كموندي تهم عندي يا صارة ماركت فيها ست بيس يعني سبعة قطع فيها تاع كوكوت كات ليتر وفيها ست ليتر نخليتكم ارقام الهوادف وخليتكم ايضا كونت انستغرام تاحهم لي حبيكم مندي كوكوت كما هي راح نحي عليكم يعني هم كبير وش في هاد الكوكوت كوكوت خمسة في واحد فيها كوكوت ست ليتر كوكوت كات ليتر فيها كس كاس شبكة الفريتوز كس كاس داخلي مع غطائين مصنوعة من الانوكس الحر فيها ثلث انظمة للامان ضمان ثلث سنوات ايضا خدمة مبعد البيع حصريا من عند يا صارة ماركت بالنسبة القطع الغيار جميعا متوفرة عندهم ايضا سعر الكوكوت تسوي ثلث ملايين دينار جزائري مع هادية اللي راح تشوفوها في الاخير وبالنسبة للتوصل الرهوم الجاني لحتى الباب الدار ومتوفرة بالنسبة للكوكوت كاينة ستة بلوس كات هذه اللي كنت شوفوا فيها ليتر وكاينة عشر ليترات وكاينة ايضا 24 ليتر كما كنت شوفوا هنا الهادية اللي راح يقدموها لكم مع هاد الكوكوت هاد الكاراف او البتيكاراف اللي تقدر دلو فيه مع صائركم تحطوهم فيه مناسبتكم من ارواح ما يكون اذن خليتكم ارقام لها وتفخليتكم ايضا الانستغرام تحوم تقدروا توصلوا معهم بكل سهولة ويوصلوها لكم حتى الباب الدار بالنسبة للمرق تاعي اللي هنا بعد ما طاب فتحت لها كوكوت تاعي كما كنت شوفوا الحم ايضا طابة 100% راح نرمي وزوج قرون تاع فلفل حار حوالي زوج تقايق تقايق ونطفيو عليها النار بالنسبة لشخشوخة تاعنا بما انو ما زلت طريا يعني انا جوز طيبتها راح نخدم بها ما هيش يبسر راح ندلها في التفوير يعني شخشوخة تاعي اللي هنا راح هي طريا جوز بالنسبة لتفوير اللي راح ندلها لها اول حاجة قبل ما نفوروها لازم ندلها الزيت ومبعد نحاولو نخلطوهم ليح هذيك الزيت مع هذيك الشخشوخة ونحطوها في الكسكاس باش نروح نفوروها التفوير الوحيدة لازم تبعو الخطوات باش ننجح معاكم الكسكاس هذا ايضا تابع لهذيك الكوكوت شوفوا انا درتها لهذيك الطنجرة الصغيرة والطنجرة الكبيرة درتها كوكوتة كيما اقول لكم هذي الكوكوتة هذي راح تساعدكم بزا في الكوزينة تاعكم بعد ما فارت لي هذيك الشخشوخة حطيتها في القصع وش راح ندلها ندلها ملعقة انت على مارغارين ما تكونش ملوقة بزا في لانه الكميارين قليلة وانا راني درت الزيت ما تكثروش بزا في لامارغارين وبالنسبة التشماخ كي اللي يحبي بخها بالماء ولكن انا ننصحكم انكم تبخها بالمرق المرق تاعي بعد ما طب نحيط الحم على جيها ايضا صفيتها نحيط الحمص على جيها وهذيك البصلة وهذيك الشوائب اللي بقاوا ارميتهم اللي هنا كيما كنت شو شخشوخة انا راني نحاول نزربحها هكا باش تشرب هذيك الاسمو وزيت تنشف لي وتشرب لي مليح هذيك الاسوس اللي بخيتها بها من بعد راح 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 نجمرو الشخشوخة تعنا نديروا كمية من المرق ونديروا كمية تع الشخشوخة اللي بغينا نجمروها على نار قليلة حاولو ما تقويوش للنار وغطيو عليها وخليوها حوالي خمس دقايق فقط جاست شوفوها تجمرت حاولو تطلع عليها باش ما تلصقلكمش في القاعدة نتاع المرمي طاتاكم من بعد لا هنا بالنسبة لتزين لكم اختيار طريق تقديم هذا يرجع ليكم لدينا الحمص على الجوانب أو على البورتور عندي ايضا هذو كزوج قرون فلفل حار خليتهم مش ذبالوه بزاف نحيتهم المارق جوستان اطلقتهم في المارق باش يطلقوا بالنو نحيتهم المارق قطرتهم مليح من هذاك المارق ومبعد عاود تحمرتهم في الزيت بالنسبة لهذاك الحم والدجاج تحبو ايضا تحمروه في الزيت هذا يرجى لكم تقدروا ايضا تشبحوا الهنا بهذاك الفخاص مع طرف الحم ايضا عندي ايضا حبة تنطع البيض اللي هنا سلقتهم وايضا زينت بهم وهذه هي النتيجة حطت شوية حمص في المنتصف وشوفوا الهنا طبقة عناك كفاش جارقي ما شاء الله تقدروا تحطوها في ليلة المولد النبوي الشريف والحمد لله على نعمة الاسلام وبالنسبة للناس اللي راهم يقولوا لي باللي المولد النبوي الاحتفال به بيدعا وكلش احنا من اللي كنا صغار واحنا عنا العادة هذي انه نحتفلوا بالمولد نديروا عشاء ماناش نديروا في حاجة يعني اللي حراموا له ودائما نقولكم انما الاعملوا بالنيات اذن هذه نتمنى انها تنالي اعجابكم وصلتنا للنهار اليوم تال الله وفروحكم صحة مولدكم وسلام عليكم راكيت حلمي باش تزوري مكة المكرمة كوسكو الصوسيمي يهديك 12 عمره في طنبلة وشروط سهلة مهلة اشري باكي كوسكو الصوسيمي وحضري الطبق على طريقتك اشتركي على صفحتنا فيسبوك وانستغرام وبرتاجي صورة الطبق مع علبة كوسكو الصوسيمي وطاقي خمسة اشخاص كل 15 يوم راح يكون سحب على المباشر على صفحتنا بحضور محضر قضائي حظ موفق للجميع كوسكو الصوسيمي يحقق لحلمي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة